شك رائحة هذه الفطيرة فطيرة الملوك أستطيع أنا تنشق جبت كلاسيك بتركيبتها العادية والطبيعية والوصفات موجودة جدا على جوجل يعني في أكتر من وصفات أخبرين لابد أن نقطعها إلى أربع قطاع نعم هي لأربعة أشخاص هناك في داخلها يسمونها الفايف أو الفولة أو القطعة الهدية المخبأة دعني أعود ولكن بداية إلى عم نشوفها ما عم نشوفها لماذا لا نراها القلق الدروة إلى تاريخ هذه الحلوة ها هي إذن هذه سنتقسمها بعد قليل مع زاك وموسى وأنت سليم وأنا ونشوف من سيكون ملكا على يوم كامل فطيرة الملوك جالات دروة عبارة عن جالات مصنوعة تقليديا وتستهلك في معظم أنحاء في فرنسا في كيبك في أكاديا في سويسرا في لوكسنبور في بلجيكا حتى في لبنان يعني صارين بيجيبوا جالات دروة بمناسبة مبدئيا بعصرنا الحديث عيد الغتاص المسيحي الذي يحتفل به بعد عيد الميلاد وطبعا هوني كمان عم نحكي عن الرجال السلاسة للحكماء الذين نزاروا طفل يسوع عندما ولد وقدموا له الهدايا ولكن يوم الغتاص يحتفل به في السادس من يناير كانون الثاني من كل عام هذه الكعكة تسمى أيضا الباريسية في مناطق جنوب فرنسا حيث لا يستهلك المرء الفطيرة اسمها جالات دروة هلأ نرجع أديم أديم لعصر الروماني أصلها بباريس أو رح تحكي لنا بعد رح أحكي بالتفاصيل ولكن من هنا نبدأ من العصر الروماني كان فيه أعياد مكرسة لكوكب زحل قد ما كانوا يخافوا منه وكان يعني تعود وصولها إذن إلى مهرجانات رومانية تقع نهاية ديسمبر وبداية يناير هون حددوا الرومان كان عندهم كتير عبيد حددوا أنه هناك عبد ما سيكون ملكا ليوم واحد فقط يعني وبعدين هذه الأعياد فضلت زحل تراضي وتستردي من أجل إحباط الأيام الضرة التي يحضرها هذا الكوكب لهم أثناء المأدبة خلينا نقول وفي نهاية وفقا لعصور مختلفة من رومان القديمة داخل كل عائلة كبيرة استخدم الرومان إذن قطعة الفطيرة كما لو كان لرسم أمراء ساترناليسيوس هذا اسمه؟ الملك الذي يرشح وينتخب اليوم يمنح السلطة بتخليه حقق كل أمنيته خلال يوم كامل مثلا يمكنه أن يعطي الأوامر لسيده تخيل هو عبد ولكن يعطي الأوامر لسيده ولكن قبل ماذا؟ قبل أن يعدمه لاحقا هذا السيد أو إذا ما أعدمه يعود إلى حياته البائسة خلينا نقول هلأ هذا الشيء كمان كان يصير لضمان التوزيع يعني صار فيه نوع من توزيع عشوائي للقطع يتقطع الجالديروا أو فطيرة الملوك إلى هذه سنقطعها إلى أربعة قطع أقترح عليك أن تبدأ التقطيع وأنا أخبر الباقي أستطيع البدء بالأكل؟ لا عليك أن تقطع أولا وعليك أن لا تغش لأننا لا نعرف أين هي القطعة الهدية المخبأة فيها وعادة سأخبرك بعد قليل كيف يتم التوزيع هناك فقط مهمتك الأساسية الآن هي تقطيع هذه الفطيرة هلأ لازم توزع عشوائيا هذا القطع سليم كان المعتاد سابقا يعني أن يجلس الأصغر سنا تحت الطاولة ويسمي من سيأخذ القطعة التالية فعلا لا ما بعرف من رح ينزل الأصغر سنا موسى بدك تجي تحت الطاولة وتوزع علينا هذه القطعة جالديروا والأصغر سنا ينال القطعة الأصغر لا الأصغر سنا ينزل تحت الطاولة ويقرر من ينال أي قطعة ثم يختار قطعته يعني ما تخربت القواعد أرجوك موسى يؤشر من بعيد لا ليست الأصغر شو أنت عمرك 25 مدري 24 سنة ونحن نتحفظ عن الأرقام الباقية علما أنه بعد ذيك الفترة كمان يعني بعد الرومان وإلى آخره كان في أصوات كاثوليكية كثيرة عارضت هذه الفكرة نبيزة طبعها الاحتفالي الملوك الفرنسيون كانوا أيضا يمارسون تقوس طورتة الملوك قدتوا الملوك ومش فطيرة الملوك اشتثورة الفرنسية كان اسم كعكة الملوك وقت اشتثورة الفرنسية بحد ذاته بشكل خطر كبير يعني فجرت محاولات لحظرها لكن كعكة أو الفطيرة عادت وانتصرت بفترة سميت كعكة المساواة هنا في فرنسا أفضل من كعكة الملوك وانتشرت في البيوت الفرنسية من القرن السابع عشر إلى عام الف وتسعمائة وعشرة كان اعتاد الخبازون هنا بانه يقدموا فطيرة الملوك هدية لزبائنهم انه بتجي عم تاخد الخبز بيعطيك فطيرة ملوك كهدية ولكن نظرا لارتفاع كلفة هذه الهدايا صحافة ذكرت بهذا الوقت انه الحرفيين هؤلاء الحرفيون الحرفيون وضعوا حدا لهذه الهدايا لأنه أثبتوا بطرق شرعية انه هذه الهدايا تكلفهم مبلغا يعادل شهر عمل كامل دراسة استقصائية في فرنسا عام 2014 أظهرت أن 97% من الفرنسيين يتذوقون الجالات ديروا ولكن 68% يغشون يعني بيعملوا عملية غش لإعطاء الفولة اللي بيقلبها أو الهدية اللي بيقلبها إلى الأصغر سنان ومن يحصل على هذه الفولة سيلبس تاج الملك أو الملكة طيلة اليوم شو نشرب معه؟ مع الأسف مفيش نشربه معه ولكن عادة أو نشرب عصير التفاح أو الشامبانيا أو النبيذ الأبيض اللي بتنسبه تماما معه ولكن عندي خبر يعني أنت وعم بتقطع تلعت لك الفولة؟ طبعا لا بتعرف وينها يعني؟ خلص لا تنظر هي بين قطعتين هي بين قطعتين طيب الذي سنقوم به الآن ستأخذ ورقة تحمي بها تيابك لأني لم أتي بسطن أحمي بها أوراقي أوراقي أفكاري إلى آخره سأخذ هذه القطعة بدك تغش وتفتحها ما تفتحها قبل من ضيف الشباب مش رح أفتح شيء بس اللي بيكسب هو اللي بيطلع له الفولة أو اللي ما بتطلع له اللي بتطلع له الفولة داخل القطعة لا سأبدل وسأختار قطعتك سأعتبر أنني نزلت تحت الطاولة اسمع نزل تحت الطاولة اختر موسى مرحبا اختر قطعة لسليم لأنه رأى أين هي الفولة أرجوك اختر قطعة هيك يعني عشوائياً هذه هذه اللي زاك طيب ما بدك تحكي هذه اللي زاك واختر قطعتك يعني لحقت وجيت شو رأيك أي واحدة بدك سنقاص السليم لأنه غش غش يعرف أين هي الفولة لم أغس لم أغس ولم تطلع للفولة ولكنك ستأكل الجلدر والخاصة بك لمن تلعب ولكن اخلطهما وخلينا نشوف زاك يعني جارب حظك أنت وزاك حلوة قصة طلع والآن أخل فيها لمدة أسبوع لمدة أسبوع تقريباً أنا صراحة بستغل سعرها بحس بيبيعوها يعني لا يناسب سعرها اسمها الجديد يعني قليت أو فطيرة المساواة لا أيام نسواة يعني أنه الآن يخترعون المخبز تحت الإذاعة يخترع قطعاً فردية لكل شخص بأس سلوء تعتوي القطع الفردية في بقية المخابز لا نجد فيها الهدية ولكن في هذا المخبز تحت خصيصاً سبيشيال يضعون حبة فولة حبة في كل قطع صغيرة نعم هكذا من أجل الفكرة يعني هكذا الواحد بيعرف بأي قطعة موجودة الفولة لأنه قطعة وحيدة تمام وكمما يمكن أن نتقسمها على شخصين أكثر ولكن هي مناسبة ينتظرها الفرنسيون كل عام وستدخلت إلى أي مخبز ستجد الفيترينات ملأة بفطيرة الملوك وعليها التاج الورقي هلأ مين بده ياخد التاج؟ مين طلع له القلات؟ موسى أنت ملك ليوم واحد لا هو يعني موسى طلع من هون ومعه القطعتين واحدة فيها الفولي وواحدة ما فيها الفولي فأكيد هو أخذ له الفولي سأرتدي عنك وعطى القطعة الأخرى لزاك هذا التاج شو بدك ينحبت الكاسك عديني وضعت الكاسك لحظة لازم على الصوت لأني لا أسمع شيئا شو؟ شو القصة؟ بتحكي جاد؟ اليوم عيد ميلاد زاك؟ آه سريو؟ كان بده شمعه وووووووووووووووووووووووووو 1600 أسرع يا زاك أسرع يا زاك الوقت أسرع وبمناسبة عيد ميلادك سنعطيك أمخوني أولا مبروك شكرا شكرا لك زاك عقبال المئة السنة شكرا موسى أنك خبرتنا أنه عيد ميلاد كل عام أنت بخير زاك كل عام أنت بألف خير صحة وهنا نحن هلأ مفترض سنتوقف مع أغنية وبعدها مع موجة زنبا السابعة قبل أن نتابع الوقت يكفي للتهام يلا سنغني